هل إحنا بنصعب الأمور إدارة الكرة مش صعبة أو كده إلا إذا كنت عايز ما تمشيهاش صح فبتعود تفكر وتضبر وتلف في هنا الصعوبة أنك عايز تعمل حاجة وتغطيها ولما تتكشف يقول لك نسينا نبعث الجوابات أعسى كنا مشغولين في أفريقيا في حاجة كده في الدنيا على مستوى العالم في حاجة كده في إدارة الكرة يعني مش ممكن يا أخوانا هذا الإسلوب لإمتى إمتى قلبكو هيكلكو على بلدكو إمتى حنمشي الدنيا صح عشان امشي عدل يحتر عدوك فيك فما بالك بصديقك إحنا لازم نكون أصدقاء الجميع لكن بالطريقة دي أنتم مصدرين إيه ونرجع تاني نقول لجماهيرنا مكفاة يا أخوانا التفاصيل المتوهة العمل الإداري في كرة القدم والذي يتعامل مع النادي الآلي بهذا الشكل مش نقصة ضغوط بقى أن احنا نفضل نخترع مشاكل من الهواء إيه مشكلة الجمهور اللي مسافر دي والجمهور بيتكلم زي ما يكون أنت بيطالب جمهور الدرجة الثالثة أنه يتحمل ويسافر ما هذا مش معني أنه يسافر ومش هيقدر يسافر واخد بالك إيه اللي يقدر يسافر قطر خيره مش مطالب أنه يدفع كل المبالغ دي التعارف يا سيد إبراهيم لو أنت بس بتدعم ألف واحد التلات تلات تلات جنيه بتوع النادي الآلي دول عملوا كام على مزانية النادي تلاتين مليون جنيه يوم ييجي واحد على السوشال ميديا يكتب لك هو إحنا ما نستحقش إن الأهل يتحمل عننا يستحق بقى تدفع 150 مليون جنيه وعننا ما صرفنا على كرة القدم ولا الأعاب الأخرى ولا جبنا لعيبة وهو أنت ما تجيب حكام أجانب تتفع لك كمان اتنين تلاتة مليون دولار إيه إيه الاستثال ده كل واحد قاعد على كيبورد يكتب اختراح يا جماعة الإدارة مسئولية مش وجهات نظر الإدارة مسئولية مرتبطة بكثير من التفاصيل ده صفر الجماهير ده انت مسئول عنهم تصفره وتديهم الملعب وجيب لهم التذكرة وتراعي إن هم يكون واخدين التطعمات وتراعي إنك ترجحهم سلام ومحدش يحتك بيهم وهم ما يحتكوش بحد ولا يتخلف منهم أحد مسائل فيها تفاصيل كتيرة والنادي الآن لما بيختار الشركات بيختارها لإن بيحط عليها مسئولية هو فهم بيعمل إيه دي مسئولية على الشركات اللي حتصفر جميل زي موضتها زي ما ترجحهم سلام وكملين ولا يحتكو بيهم أحد هو أعطى تصور إن لو خلت التذكرة حتى بخمس سلاف جنيه إنه حسفر لك خمس ستلاف واحد صعبة 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 مش عايزين برضو كمان ندخل في روع لعابتنا إن ده أهم قضية دلوقت إنك تروح تلاقي جماهير في المدرجات مهم آه نيبقى لنحس وبنفرح جدا بالكلام ده لكن الأهم إن إحنا نحظى بعدالة تحكمية برعاية لأمننا وسلامتنا بظروف فير في الملعب هو ده الأهم هو ده اللي يخلي النادي الأهل يلعب طب ما هونت ممكن تبقى عندك خمس ستة سبعة تمن تلاف متفرج وده مستحيل حيحصل ها بكل المعايير يجوا بكام ويكلفوك كام إذا كنت أنا بقولك الألف حيكلفوك مية وخمسين مليون جنيه هتحمل منهم الأهل تلاتين مليون طيب إنت بقى لو إنت هتصفر خمس تلاف دخلنا في نص مية وخمسين في خمسة ها يعني يعني سبعة وخمسين مليون جنيه هما دول يعملوا إيه مع النادي الأهلي وفي إدارة الكرة يا جماعة المسئولية مش كلام المسئولية مش وجهة نظر مش قاعدة دردشة عايزين نعمل كل حاجة أو أنتوا نفسوكوا في كل حاجة وده حقوقوا طبعا لكن حق النادي الأهلي عليكم إنكم تفكروا في مصلحته وده الأهم خلينا دعمين وخلينا نوفر بقى للفرقة قدر من الهدوء وعدم الضغط والدعم والدعم ما تعدش بقى تضغط على الإدارة بتاعتك وتفركش لنا الدينة وغيرك يخش ينط في المواضيع ياخد من كلامك ويكبر لأن القضية ما بقيتش قضية ده في قضية مباراة مش حضور جماهيري دلوقتي يعني نتمنى إن يكون عندنا جمهورنا في المغرب يشرفنا ويتواجد بقوة وهنا يعني نجند كل قوانا نجيب له تذاكر جمهورنا في الخليج اللي يستطيع السفر يروح ويدعم ويسافر الجماهير القادرة هنا تروح وحرام إنه واحد مش قادر إنه يروح يدفع له حتى لو حسان بنصف التذكرة حسان بسبع تلاف أو تامن تلاف جنيه بسبعين تمانين مليون جنيه على ألف واحد أنا بنتكلم ألف واحد دول كم طيارة دول حوالي خمس طيارات يعني حركة من ناحية العملية صعبة من ناحية العملية كم طيارة أوعد بصل اللي حصل من بالمراس ده موضوع تاني ده جولهم من أوروبا وجولهم يعني كان تخطيط على مدى عام إنك إنت إزاي الناس دي اللي موجودة هنا موجودة هنا موجودة هنا فأنا عايز أقول إحنا نخلينا داعمين للنادي الآلي ومحبين من جوانا مش يبقى دي قدام دي وجمهور جمهور مهم وفي حاجة من غير جمهور النادي الآلي قيمته في إيه إنه عنده أكبر جمهور وأخلص جمهور وكل الشغل معمول علشان يسعد هذا الجمهور لكن مش عشان أنه يتلقى باستمرار الضغط بقى إنه اعمل كذا وإلا تبقى كذا اعمل كذا وإلا تبقى كذا اعمل كذا وإنتم مش عارفين التفاصيل كثيرة طبعا فنتمنى إن إحنا دلوقتي نقفل كل الملفات إحنا نروح بقلب الرجل الواحي سواء هنا من القاهرة أو هناك ونتمنى التوفيق ونتمنى إن لعبتنا تخوض هذه المباراة في أجواء من الفير بلاي والشفافية والعدالة التحكمية هو دا المهم